المعيب يزدد ان مشاء الله حجم المشاريع كل ما بتكبر وحجم الـ usage بتاعي كل ما بيكبر فبيزداد الاحتياج بالنسبالي بشكل ضخم قوي واخر واحدة فكرة الـ improving collaborative across work sites ودي انا اعتقد هي اهم واحدة والمفروض تبقى اول واحدة بس survey هو لاهل ان هي اخر واحدة فكرة ان انا عندي multiple sites والذات لما بنكلم على شركة شغالة عندها كذا موقع مقاولات بتاعتها فعايز اتابع هذه المقاولات والـ head office في مكان مختلف فالـ head office محتاجي control على كل الـ sites بشكله اخر فكرة ان الـ sharing مفيش dimensioning زي ما بيقولوا كده للـ network مثلا بتاعتي لا خلاص الموضوع زي ما لو انا كنت قاعد في مكان قاعد في الشركة الشركة دي كانت بتبقى مربوطة زمين من كام سنة بـ فكرة الـ network بتاعيتها والـ IT ولا لازم يبقى موصل السيرفرات ببعض والكلام ده كله لا الكلام ده اختفى بقى عندي الموقع في العالمين مربوط مع الموقع في العاصمة مربوط مع موقع في جامعة الملك سلمان في التور لا ده مربوط مع مشروع في اكرا في غانا كل المشاريع اصبحت مربوطة بشكل ضخم جدا واصبحت الـ connectivity بتاعتها والـ collaboration بتاعتها اصبحت فاذا بشكله وباخر ان الـ cloud هو فكرة بشير الـ network بشير الـ server بشير الـ hardware سباكس العيه جدا حطينا فوقيها layer of platform or application layer عشان اقدر ابدأ الـ applications اللي انا محتاجها ايان كانت هي هي for construction او رفورة اي حاجة بدأنا نخش نتكلم مع الناس for construction وجدنا لا الناس بدأت تـ meet up الحاجات كلها بتاعت الـ construction اللي احنا بنتكلم عليها فاصبح بالنسبة لنا الموضوع لا ده بيزد على كلامنا احنا وده مش كلام شخصي ده service اتعملت على مستوى العالم وزي ما قلتها لحضراتكو على مستوى الشرق الاوسط والخليج وافريقيا لا الناس خلاص بدأت تتجه لهذا لفكرة الـ cloud platform وشركات كتير جدا بدأت زي ما بيقولوا تتسابق لنقل كل الـ desktop software بتاعها انه يشتغل على الـ cloud بشكل كبير قوي عشان نقدر برضو نقيم تجربة الـ cloud معنا بس لازم نفهم او نتفق على المعايير الرئيسية يعني construction management عموما واللي هنبتديه هالنهاردة بفكرة planning و scheduling بتوع المشروع فلازم نتفق الاول ايه هو ايه construction management هو ايه planning و scheduling اللي انا محتاجه كبايزيكس زي ما بيقولوا وتطبيقها على الـ cloud فيها هل هو بالفعل هنلاقيه مفيد ولا لا وبردو زي ما انا قلت لحضراتكم الموضوع نعتبره موضوع للنقاش ما بيننا انا بنترح وجهة نظر وبابع سعيد طبعا بسماع وجهات النظر من الاشقاء كلنا لان احنا كلنا من وجهة نظري متبهدلين جامد في موضوع الـ construction بشكل كبير قوي سواء كـ civil engineers او electro mechanical engineers المهم في مجال الـ construction تحديدا في مشاكل كتير قوي بتواجهنا بنحاول نفكر مع بعضين بصوت عالي هو هل الحل المقترح بفكرة الـ cloud وبعد تطبيق اكتر من سبع سنين تحديدا في مصر والشرق الاوسط وافريقيا هل هو كـ evaluation point هل هو فعلا valid بالنسبة لنا ولا مازال محتاج تحسين واكيد اي حاجة محتاج تحسين او بالنزوجة النظري هل هي not valid اصلا كتجربة ولا لا طيب اول حاجة الـ construction انا بعتبر الـ construction its application of art and science الـ construction مش حاجة عادية بالنسبة لنا فيها operational work كتير فيها زي ما نسميها organized shows ادى وضاء المنظمة واعتقد ان غالبيتنا لما بيصحة الصبح لغاية ما بينام بالليل ده اين نام؟ اهو بيسقط زي ما بيقولوا بيبقى في فوضى خلاقة نتيجة الحجم كتير او اللي احنا بنتكلم فيها نتيجة الـ operation issues وخلافه فبالتالي انا بعتبر الـ construction حاجة فريدة من نوعها ما بتتكررش زي ما احنا بنتكلم فيها كده ماشي باش مهندس سايد يقولوا الصداع المستمر لحل المشاكل ما ايك تماما طبعا بس ما يعني خلاص بعد فترة بتعتقد عليها باش مهندس سايد وبتبقى ما تقدرش تغير الفيلد نفسه او المجال نفسه فبالتالي بتبقى مستمتع بيه بس بل بتحاول نقل طبعا على قد ما نقدر فكرنا شوية اللي هو فكرة المشاكل وهو خلافه وازاي نقدر فعلا نحلها بشكل سريع تمام طيب الاعتزازي ان انا واحد من افراد الـ construction في مصر والشرق الاوسط فانا بعترض دائما على فكرة الـ construction زيها زي الـ manufacturing process وللأسف بعترض برضو على فكرة ان اي platform او اي management platform خاص بالـ manufacturing ينفع يمشي الـ construction ارفض وبشدة ان هذه المنصة اشجب واندد ان ما ينفعش ما ينفعش الـ manufacturing process تتطبق بشكل او باخر على الـ construction الـ construction واولها واعتقد دي كلنا متفقين عليها اللي هي فكرة ان كل مشروع تـ unique project ما عنديش منتج زي المنتج التاني فكرة الـ remote site المصنع انا عندي هو مصنع بخط انتاج واحد بطلع فيه الحاجة كلها لكن فكرتي انا عندي multiple sites بـ multiple environment بـ multiple pricing بـ multiple resourcing بـ multiple كل حاجة فانا بالتالي كل مشروع انا بالنسبالي it's totally unique مافيش اي حاجة نتكراره فيه فكرة الـ process is not as predictable اعتقد كلنا لو مضينا على العريضة كاملة فكرة ان كل مشروع واعتقد ما شاء الله سوايا قلة وده لسه جديد وقريب مننا ادخل في هذا المجال او تاريخ كتير قوي في خلاف الموضوع في خلاف اللي احنا بتشوفه منتجف ان كل مشروع بلا استثناء هو ملوش اي علاقة بالمشروع اللي بعده ملوش اي علاقة بالمشروع اللي قابله وحجم المشاكل اللي احنا بنشوفها وحجم الـ process والـ steps وحجم الـ client والـ activity المشروع اللي بعده اللي قابله فبالتالي الـ manufacturing process ملاش اي علاقة بالـ construction ما مازلت برفضها تماما فكرة برضو difficulty in applying automation بشكل او اخر اه طبعا فيه tools كتير قوي نقدر نسرع بيها الموضوع بس ما بقدرش وحجم الـ فبالتالي مينفعش مينفعش حد يقول ابدا ان الـ construction زيها زي الـ manufacturing اخر حاجة برضو اللي هي الـ high potential for encounter unforeseen condition ان انا دائما لما بخش المشاريع بتاعتنا ببقى وأبسطها انا مش عارف الـ الأرض اللي وانا داخل في مشروع كبير الأرض نفسها بتبقى هل هي سخرية حتى لو عملت المجسات بتاعتي وخلافه فالموضوع بيختلف بالنسبة لي يعني الحقيقة اول ما بنزل على أرض الواقع وتحس ان دائما بنحس المشروع هو ضدنا مش معنا فبقى دائما بنكتشف ان حجم المشاكل وحجم الـ risk اللي احنا كنا عاملين حسابه قبل ما نخش في المشروع ملوش أدنى علاقة خالص بحقيقة المشروع اللي احنا بنواجه فيها إلا ما رحم ربي والدعوات وان كل يوم نصلي يعني خمسين راكعة سنة عشان ربنا يسترح علينا بس ونقفل المشروع إن قفل معنا بشكل أو آخر فما زلت برفض زي ما نقولت لحضراتكم فيك الكلمة بتاعت ان الـ construction process او الـ construction project زيها زي بالضبط طبعا اخر واحدة الـ cost can vary according to conditions دي معناها ان التكلفة اللي احنا بنحطها بشكل كبير based on our experience و based on company experience و based المشاريع اللي فاتت هوب حصلت زي الـ issue الشهيرة بتاعت 2016 تحريداً عندنا هنا في مصر أو 2008 في أمريكا او دي اللي هو فجأة العملة اختلفت كسعرها هوب كل القوستات بتاعتك ضربت في 3-4 فجأة بقى مفيش cost و مفيش bidding مفيش cost control مفيش أي حاجة فجأة انت لديت نفسك حيز في النص وعليك التزامات أو project portfolio manager بتحديداً عليك التزامات و طلّهت P.O.Hات وبتستلم بحاجات و في الأخر بتصفصت يعني ففي حاجات كتير قوي احنا بنسميها فورس مجهور خارج ردك الشخصية فبالتالي برده محدش يقنعني ان من الـ construction process زياها زي المنفاكشنين بروسس تمام؟ نفس الحكاية برضو المساوي بتاعتها ان انا ازاي قادر امانيج و الـ other resources بتاعتي حاجة unknown technical innovation and adapted or adapted slower و دي بالفعل احنا بنواجهها كلنا فيها فكرة ان انا اوصل الـ quality of experience للمشروع بتبقى فعلا مشكلة كبيرة جدا فهي ملخصها عشان بس الاخصت الصفحتين دول اللي انا دائما بحب احطوهم في اي session في اي محاضرة حتى بتكلم فيها عن الـ construction management محدش يقنعني بأي ان كانت الشكل بعد 25 سنة في هذا المجال اللي ما يعلم بيه ربنا ان الـ construction project management exactly same ذات manufacturing project management اللي فيها سريعا نرجع بقى لذلطبيقة هي بس كانت حاجة مدايقاني شوية فحقلتها افطفة تهيها معاكم الـ construction management function طبعا طبيعي جدا اللي احنا كلها متعرف عليها وهي الـ coordination الـ coordination الـ planning و scheduling و الـ purchasing و الـ expenditures الـ supervision على التشغيل الـ cost control documentation reporting الـ quality الـ quality الـ safety and risk management وهو اكبر مشكلة في المشاريع الكبيرة الـ contract administration و الـ RFI's وعوانها الـ claims و analysis و الـ avoidance إن وجدت ده for construction management على الـ scale الكبير الـ construction engineering function طبعا ده الليفل اللي بعده شوية ده هو زي بعد نقدر نعمل و الـ short drawing و الـ constructability و الـ sequence studies من الـ plan بتاعتنا و الـ value engineering و الـ erection diagrams و الـ procedures اللي هو الـ level التفصيلي بشكله باخر و الـ survey و الـ layout لو عندنا مشروع كبير شوية فيه مساحة و خلافه ثم الـ executive function ده يبقى الناس الأعلى شوية بفكرة الـ corporate management و الـ strategic planning على مستوى الـ portfolio of management وده برضه على فكرة بيندرك تحت construction management فبالتالي محدش يقول الـ construction management هو خاص و مشروع الـ level بتاع الـ construction management أنا من وجهة نظري صغيرة جدا و من وجهة نظر the studies زي ما بيقولوا construction management it's a very huge enterprise management of projects construction projects overall the country or overall the region itself public regulation و خلافه المشكلة كلها من المفروض من المفروض اللي بيتعاونوا معنا أو بيشتركوا معنا في فكرة الـ construction process أو الـ construction management طمعا من أول الـ owners أي أن كان هو private or public و خلافه الـ designers سواء specialized أو general designer أو general consultant في الموضوع ثم الـ general constructor و general contractor زي ما احنا بتسميه ثم الـ construction management بـ layer بتاعتها كلها بالـ subcontractors اللي شغالين أو لو أنا عندي كذا region و كل region أو كل zone بشتغل بيها بـ contractors معينين ثم suppliers و الفرق ما بينهم suppliers دي الحاجة جاهزة عندهم أنا بجينا من عنده على طول و دي دايما بنحتاجها في الـ MEP والـ electrical field والـ firefighting تحديدا دي أنا بديهم orders مش drawing عشان يصنعي الحاجة التعتي طبعا دخلنا فيها في الـ government دخلنا في utility company في المشاريع الملاقة شوية بقى اللي بخش فيها في utilities الـ professional services زي consultation بشكل أو بآخر سواء financial أو خلافه ثم العديد العام أو خلافه طبعا كل واحد من دول الـ مطلوب مني بشكل كبير قوي كراجل construction manager ان انا بتعامل مع كل هذه الشخصيات بتعامل مع الـ functionality بتاعتها مش هنتكلم فيها بالتفصيل وإن كان حبيت أحطها لكو عشان تقدروا خاصة خاصة الحديث لـ وفاق بالتفصيل وفاق وفاق ان انا برده يقدرين نفرق ما بين كل واحد من الـ 12 stakeholders المعبولين عندي بالتفصيل وفي نفس الوقت الده زي ما نقولتها لكم بيزد عشان أبعارف هو مين مسؤول عن ايه وكل مشروع بحجمه لو مشروع فبالتالي ليه سكيل معين لو أنا مشروع لأ عمارة سكنية سوئيارة فليها سكيل مختلف من الستيكولدرز لو بتكلم على زي المشاريع بتاع الضغط العلي والضغط المتوسط للكعربا فبرضو بتبع دخلة معانا بشكل مختلف وبيخش معانا مختلفين طيب نبتدي بقى نتكلم في التطبيق احنا هنا شوية زي ما بيقولوا كده رغينا اي فرق او اي تقارب ما بين الكنستركشن بروسس والمانيفاكشن بروسس مين الستيكولدرز اللي بنتكلم عليهم و هنبتدي نطبق بقى الكنستركشن مانجمينت على الكلاود بلادفورم اللي احنا مسمينا زي بندر وهنا دي اللي احنا بدأنا نتكلم فيها طبعا بالاستثناء لو سألت حضراتكو جميعا ان ده بالفعل المشروع بتاعي في اي شركة مقاولات او عند اي اونر للمشاريع بالنسبة لنا طيب الصوت كده واضح معاكو ولا لسه بيقطع تمام اوكي طيب فأي مشروع فأي شركة حضراتكو جميعا بنشتغل فيها لازم بشكل او باخر فور كونستركشن فوسيز بالنسبة عنها لازم بابتديها بادارة البدنج او ادارة التسعير بادارة الكلاننج او ادارة التخطيط ومتابعة بالسايت اكسيكيوشن التنفيذ وادارة التنفيذ بتاعتها السبلاي تينا او الاحتياجات والتكنيكا الاوفيس المكتب الفني والبروجيكت كنترول سلاش شركات بدأت كمان تدخل فيها موضوع اللين وبعض الشركات بتسميها الباك داتا والاي اي اي وبالفعل بدأنا نشتغل بيها هنا او بيستبدلوها فعلا بالبي او اوفيس اللي هو بيقدر يكنترول على الدياتا كلها مع البروجيكت مانجمونت اللي احنا بنتكلم عليه طيب المشكلة الرئيسية الرئيسية واللي احنا كلنا تعزبنا فيها واللي انا كنت متعزل فيها بعنف ان كل ادارة من دول او كل قطاع بشكل او باخر وعلى حسب حجم الشركة هي صغيرة او متوسطة او كبيرة فبالتالي كل الادارات دي بتبتدي تكلم بعضها فبالتالي اصبح الموضوع فعلا زي ما قلتها لحضراتكو في البداية خالص فور كونستركشن بروسيس اتس ورجانايزد شاوس الفوضى الخلاقة زي ما بيقولو كل الناس بتتكلموا في بوق واحد ما فيش اي داتا بيكلم البدنج والبدنج بيكلم البروجيكت كنترول والتكنيكال اوفيس بيبعت لساعد اكسيكيوشن والساعد اي تين بيصوت للراجل بتاع البدنج انت سعرت الكلام ده ازاي فبتصبح بالفعل لما بتوصل لكونستركشن مانجمنت او تحديدا بتصبح انت اللي في النص اللي هو في حد مختفي ورا هنا من حجم الكمنيكيشن من حجم الاداتا اللي نتحرك فيها فاصبح الموضوع فعلا هي فوضى خلاقة المعلومات وده على فكرة حققية حصلت معانا كتير جدا مع قدل فكرة شوية مع الكنستركشن مانجمنت ان انا كانت بيجيل الاداتا احنا دلوقتي اهو في اخر شهر واحد تلاتة وعشرين واحد كانت بيجيل البيانات بتاعت شهر احداشر دلوقتي فبتدي اخد القرار بتاع شهر احداشر المفروب كنت ااخده في شهر احداشر كنت ببقده في تلاتة وعشرين واحد اي ما بعدها بشهر ونص شهرين طلا حصل حصل واللي باز باز واللي خرب خرب كنا اخيرنا بنحاول نفوركست الموضوع اخوانا لو حصل لكم المشكلة الفولانية ما تعملش كذا وامل كذا وطبعا نتيجة حجم المعلومات المتأخر وحجم الاداتا اللي بتضيع في النص دي كلها للأسف فعلا كانت وده طبعا لما يسمى ب ايجين ريبورت وهو ريبورت شهير جدا وانا أعلموا فيه دراسة لي هي اسباب تأخر الكنستركشن عموما على مستقى العالم وتحديدا استغفر الله يا رب في انجلترا اللي هي متزعيمة أصلا الكنستركشن منجمنت عندنا في العالم كله ومش عندنا احنا بس فهم كانوا مديقين ان الكنستركشن منجمنت متأخر عن باقي الكي بي آيز بتاعة السماعات الأخرى بيادوبة بالنسبة تلاتين اربعين في المية يتفضلوا معينا هنا الناس بتتكلم في أرقام واحنا ملناش أي علاقة بالأرقام دي خالص فوجدوا انهم بالفعل في أكتر من خمسة وثلاثين في المية المشاريع بيصل عليها أربعين خمسة واربعين في المية المشاريع ما بتسلمش الحمدلله فهم عادها لازم بتسلم بعدها بعد معادها شوية حلوين كده أكتر من ستين في المية العمالة ما بيحصلهاش بشكل أو بآخر فبالتالي بتزود الكوز وبالتالي بتزود التايم بتاعها فوجدوا مشاكل كتير قوي المشاكل دي واللي كلها أسبابها حاولت ألخصها معاكم في المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده الفوضى الخلاقة في مجال ان كل الناس بتتكلم مع كل الناس بدون أي صيغة فدائما كنت بحسها في بعض المشاريع فعلا بالذات للأسف لما ببقى أنا في موقع بس كبير شوية بحس ان أنا بالضبط واحد بيكلم هندي بيكلم حد تاني بيكلم تايواني وفي واحد بيتكلم عربي واقف النص واحد واقف انجليزي بيتكلم ناحا تانية فكلنا بنتكلم لغيات مختلفة خالص وكلنا عايزين البيانات بتاعتنا واحنا مش فاهمين هو التاني بيقولي أصلا فمن هنا صراحة بعد عذاب يعني حوالي عشر اتنشر سنة حاولنا بشكل عبقاء نزبط نجاح أنا ها بنحاول نعمل المترجم الخاص للموضوع اللي احنا بنتكلم فيه كان من أهم مشاكل زي ما كنت بقولها لحضراتكو فكرة الجزر المنعزلة وفكرة البيانات اللي احنا بنتكلم فيها والإدارات اللي كلهم بيكلموا بعض بشكل بعيد تماما كان من ضمنها فعلا انها هي الإدارات كلها هي اما بتبعت بالمير يا اما بالتليفون يا اما بالواتس بس ما فيش حاجة تقدر توحدهم على طول مع بعضهم طبعا في مجال كبير قوي للاخطاء البشرية وده كلنا لازم بضوع فيها نتيجة الضغط الشغل او نتيجة خطأ بشري عادي لازم بنمعاملين حسابنا فيه بس لو انا عندي محطوطة على السيستم بتاعي او محطوطة على الحط اللي انا بشتغل عليه فاكيد هي معي كتير فكرة اللي احنا كنا بنتكلم فيها ككلاود بقى ان مفيش الناس كلها ما كانش دخلت في كلاود في الكون كنت بتاعي اجيب كل مشروع اجيب له خمسين ستين لغتوب وتسعين تبنى مية سيرفر وخمسمية ووركستيشن بارقام طبعا خزع بالية ده بخلاف طبعا فكرة اللي احنا نتكلم عليها حالا فيها اللي هي فكرة اللي هي فكرة اللي هي فكرة احنا فكرة ان يعني ايه يبقى كل الناس مش بتكلم بعضها كل الناس بتكلم حاجة هي فهمة كل واحد لوحده بس هي عندها قدرة ان هي تترجم المعلومة زي ما بيقولوا للطرف التاني زي ما هو عايزه ومثال بسيط وشهير جدا بالنسبالنا الراجل المهنس المحترم اللي شغال زي ما لنا اللي موجود في في ادارة التسعير او في الادارة القطاع الفني للتسعير صعر الاسمنت صعر الحديد صعر كزا وحط الرسورس بشكل او باخر حطها بالنسباله عشان انا اخش بقى كراجل بتاع بتاع بلاننج بدأت افك برسورس دي بتاعتها بدأت احط الاكتفتز وقت تيدي احط بتاعتها والاكتفتز اللي هنتكلم عليها وخلافه كان بيصبح ان انا لازم الراجل بتاع البدنج يبعت للراجل بتاع الـ لازم يفضل يقعدوا مع بعض عشان يفاهم هالو لان كل واحد موجود عندنا في ادارة البدنج له دماغه وله فكره وله عبقريته الفزة المحدودة وطبعا ده كلنا مش هوا بس ببعين ما فيش زي ما كنا بنتكلم فبيصبح يقعد معاه ويفاهمه ويرجع لا فيه غلط لا ده الراجل بتاع البدنج عدل سعر لا ده عدل بند لا ده العميل هو اللي بعد غير في سبكس موجودة فيرجع يغيرها له والنحة تانية الراجل بتاع البدنج ويبعتها للراجل بتاع البلانج فبتصبح السيكل بس فعلا ودي انا عملنا لها performance كفي ايز كده السيكل ما بين البدنج والبلانج المتبادلة طول فترة المشروع بتكون سيوم ما يقرب من مثلا خمسة وعشرين لتمائية وعشرين في المية من وقت بالنسبة لي وده كان رقم صادم صراحة فاتخيلوا احنا يدوبك في اول موجودين عندي في المشروع ولسه الموضوع كدير وهنكر فيه لقينا فيه كونسيومنج للوقت بس عشان يفاهموا بعض ويتبادلوا المعلومات وهو خلافه خمسة وعشرين في المية فتخيلنا بشكله باخر طبعا لو جبت حد هو فاهم الراجل بتاع البدنج وفاهم الراجل بتاع البلانج اول ما بياخد معلومة من البدنج بيروح قلبها للراجل بتاع البلانج عشان يستخدمها على طول ولو حصل تاني على طول هي من غير اي تايم فيها ففجأة انت لقيت ان عندك فيه ادارتين نزل الـ time performance بتاعهم او عالي الـ time performance بتاعهم خمسة وعشرين في ثمانية وعشرين في المية بس عشان قدرت تتوحد الـ communication ما بينه زيهم بالزبط بالزبط زي الـ site execution ان انا لو خدت الـ plan واللوح بتاعتي والـ shop drawing والـ plan activities اللي موجودة عندي كبرنامج زمن خلافه وبعدتها سواء سواء الكلام ده كله اصبح موضوع انا مش محتاج اعود معاه وفاهمه او هو محتاج يعود معي وفاهمني لأ انا بفاهمها وبدخلها بـ platform او بدخلها سوري بـ format وشيتس معينة وداتا معينة دخلها مش فارقة او اسمه اي دلوقتي بس اقدر يفهمها وابتدي الـ data دي كلها مع بعض فاصبح وهنا الحاجة الرئيسية اللي احنا وابعدها بحيث ان هي بقيت already shared ما بين الناس والناس كلها بتقدر تحصل على كل اللي هي محتاجها في وقت سريع جدا طبعا عشان اوصل لهذه المرحلة كان لازم تبني الـ layer بتاعتنا اصلا على فكرة الـ cloud وفكرة اللي هو احنا متفقين فيه من البداية خالص فكرة ان انا هيبقى عندي موباليتي وعندي شيرنج اكسس اكتر بالمكان وعندي عدم الاعتمدية على الـ hardware بشكل كبير قوي او اعتمديتي على عشان نقدر نكونترول عليه ده ده فحد زيته وزي ما كنا نتكلم فرق بالنسبة لنا كتير جدا طيب كويس لنفس الحكاية زي ما كنا بنقول فكرة الـ foundation الرئيسية اللي احنا لازم نتكلم عليها دي زي نظرة مستقبلية شوية حطناها من حوالي عشر سنين وعشرين وردي في الـ process بتاعتها اكملناها كلها وان كان لا نهاية لما يبغيها الانسان زي ما بيقولوا فبدناها بالـ integration وفكرة اللي احنا كنا بنتكلم فيها منذ قليل فكرة الـ IPB فكرة انها تبنت اصلاً على الـ cloud فيها منش محتاجة e-construct الموضوع كله مبني على فكرة الـ SaaS والـ services as a layers والكلام ده كله فكرة المعلومة ازا يفهم الناس مع وضعها كنا الحمدلله سبقين من 2014 ان احنا كنا اول بم on-line viewer على الـ cloud سبقنا فيها بعض الشركات زي Autodesk وبنتلي بحوالي 3-4 سنين وكان ده موجود بالفعل بالنسبة لنا ثم الاهم فيها Security of Data نتيجة ان احنا بـ Fortner مع IBM فاحنا عاملين integration layer معاهم ما يسمى blockchain hyperledger بالنسبة لنا وليل عاملين عليها بشكل كبير امي وبشكل واضح لفكرة الصلاحيات ومين ليه صلاحية يخش على انهي مشروع انهي information من اللي احنا بنتكلم عليها وليه accessibility to do انهي function كمان ثم زعيم الـ AI اللي احنا بنسوع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المترجمة من البعض ن COB اشتركوا في القناة واعواه Ihnen أيها خلص فحات أحبك أليف طمي مشي أحبك 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 طمي طمي أحبك 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 طمي كان من أهم برضو الحاجات اللي لازم كلنا نبقى متفقين عليها مش الكلاود بس أو مشكلاتنا في الكلاود لازم نبقى متفقين على حجم البيانات وحجم الداتا اللي احنا بنتكلم فيها بشكل أو بآخر فلازم يبقى عني فأيا كامل كلاود بلاتفورم بالنسبالي لازم يبقى فيه عقود ومنود المشروع التعاقدية نفسها مفتوطات الأنشطة حركة الموادات والمصارفها مقاولين الباطن وبالذات لو أكلم على جنر الكنتراكتور بشكل كبير وشكل واضح زينا بنتكلم فيها فكرة مراعبة العمالة المؤقتة والدايمة سواء كأساب كنتراكتين ليفرش ولا لا حركة الخنات والوصول والأوهد والموادات بالنسبالي حسب وحجم الأعمال المنفذة ومستقلصات العميل وأخيراً طبعاً وأولاً في نفس الوقت اللي منعتزل بها جميعاً فكرة البن موضي والعبتات اللي بتحصل عليها فيها بيزد على الع Onu- Me-Foundations زي ما احنا بنتكلم this is called company code ودا في منه أنواع شهيرة جداً وكاستمايز كميع زي CSI olmad. بكل الأشكال يتكلم على ال Operation world Breakdown بشكل كبير أوي ثم كمان قوة Affairsiffinancial code عشان يبقى في تطابق دائماً في Beijimot we had a. ده بالنسبة للداتا بلوكس الأهم كمان وده في حد ذاته هو مين اللي المفروض يخش في المنظومة دي أو في التلاتفورم بشكل أو بآخر أي كان برضو زي ما نكلم فيها كلاود تلاتفورم كل الأفراد والأطياف اللي دخل معنا في هذا المشروع لازم تبقى فعلاً مفولفت معايا من مدير المشروع مدير التنفيذ المكتب الفني مخازن حسابات البام تيم طبعاً إدارة السبلاي تشين والمعدات والمكاتب الفني كل الناس دي لازم كل واحد فيهم مش بس بيبص المعلومة أو مش بيقرأ معلومة لا ده هو بيحط المعلومة وفكرة الكلاود عموماً برضو فكرة الكلاود تلاتفورم هي تاخد المعلومة من البيدينج تزودها على البيلاننج فضعت معلومة من البيدينج على معلومة من البيلاننج إداني بالرسورس الإستو جرام ودت لمعلومة في السبلاي تشين وخلافه فرجعت بالراجع بقيت عندي المعلومات بتتراكم زي ما بيقولوا وبتتضاعف لأن بالفعل فكرة الـ data driven information اللي احنا كنت نتكلم عليها هي كانت المشاكل الرئيسية فالطرق الـ construction management العادية خالص فكرة انما اصبح عندي واحد زي الواحد مش بتسوي اتنين بفكر الـ integration عموماً وفكر الـ cloud اللي بيسهللي على موضوع الـ integration ده وبالفعل فوقيهم فكرة الـ boom اللي هي بتسهل وتسهل تديني more and more information من الموضوع أصبح الموضوع فعلاً المعلومة بتصل الى 1SN حيث ان الموضوع فعلاً بيتضاعف بشكل كبير قوية مش واحد طبعاً هي 10SN مشان واحد 1SN ما لا تعني لنسبة لنا شيء فيها فأصبح كل الأفراد اللي معايا في المشروع دابد ان هما يتدخلوا سواء بـ data هما بيحطوها أو بـ data هما بيعرفوها من الموضوع وبيبتدوا يشتغلوا عليها بيزيكلي بردو لما بيتكلم على الـ integration بيتكلم على الـ construction management generally speaking it must have 5M 5A what's what we call five foundations 5M main material machine money minute دي what I need to manage عموماً لازم أمانج الرجالة بتاعتي لازم أمانج الخنام بتاعتي لازم أمانج المشين والمعدات بتاعتي لازم أمانج الفلوس بتاعتي بتتصرف ازاي لازم أمانج حتى الوقت بتاعي بتتصرف ازاي ليه الـ 5M بالنسبة لنا والـ 5As اللي فيوه إيه الـ actions اللي احنا المفروض أعملها على كل واحد من الـ 5M دول فلازم أتلان لازم أمانجر لازم أكنترول لازم أكنترول لازم أكتمايز لازم أفوركست اتش وقت ايتم فلو عندي خمات لازم أتلانها استخدامي على مستوى المشروع كله لازم أمانجر هذا الاستخدام أو هذا الـ plan أو هذا الـ budget بما حطتها وplan مش بحط budget as amount أبدا لازم أحطها بتوزيعة توزيعة overtime توزيعة تكون منطقية منطبقة مع بنود الأعمال بتاعتي أو الـ P.O.Q. item وهو متوزعة بشكل قوي وبشكل جيد مع الـ كمان الـ plan activities بتاعتي already updated بالنسبة لي ما يبقاش أنا بتكلم في baseline في الـ head office وعمال أحط plans قوية وعظيمة ما شاء الله وفي الآخر في السايت شغال على baseline قديم أو لا دا الاستشاري شغال معايا بتاع الـ owner شغال معايا على على not updated version من البيانات بتاعتي فبالتالي كل الكلام دا تصفيق عشان بس نتفق عليها لازم بشكل أو بآخر كلنا بلا استثناء من الـ باستيك ودر باستيك ودر بتاعنا اللي كلمة في يوم في بداية الموضوع لازم كلنا بنتكلم على basic foundation واحدة basic information واحدة ما ينفعش أبعث اللوح مثلا بتاعت shop drone بتاعت الحفر فعبال ما اتجيلي وعبال ما ريفيوها وعبال المتكلام دا كله يكون هو بعاتل version اللي بعدها version اللي بعدها طبعا دا manual based لكن بنتكلم بقى بفكرة الـ cloud عموما لا خلص هو الراجل عمل سمت update approved هي وصلت عمك من قبل ما انت تفكر أصلا ومحتاج مش محتاج بقى تدوص هو خلافه أصبح حتى من فكرة بم بشكل جدير قوي أصبح اللي هنا في ساحة ومن ضموها as a cloud platform هي اللي بتطلع لك الاختلافات وهي بتقول لك آه بص version 56 عن version 57 الموضوع اختلف من هنا و هنا فبالتالي بقى بتوفر عليك وقت كتير قوي وانا انت ازاي تقدر تكونترول وتتمنج الكلام بكل ثم طبعا فكرة الـ control بقى الـ 5BM بتاعتنا والـ optimization of usage اللي أنا بستحلك بيهم لانا انت خلاص بقى عندك instant monitoring وinstant control زي ما قلت الحضرات كودي كيس حقيقية حصلت معايا في كثير من المشاريع لفترة من الفترات مع قبل فكرة الـ cloud platforms وموما وفكرة زي بيلدر تحديدا ان الـ data بتاعت شهر 11 بتجيلي بعد نص واحد في قبل ما أنا براجي المعلومة بتبقى خلاص بلد باز باز والخير بخير بزي ما بيقولوا أقصى حاجة وصلنا لها في بعض الشركات الـ data بقدر عمل لها collection واشوف تشبور بابتاعتها واشوف مشاكلها بعدها بشهر وده كان أعظم إنجاز احنا حققناه بعيدا عندها ده تيجت زي ما كنا بنتكلم الفوضى الخلاقة في حجم المعلومات المتبادلة بين الإدارات وبعدها ولأ أصلا بطلع المستخدرات يوم كذا لا جنال المحاسب بيقفل معايا يوم كذا كل هذه المواضيع أصبحت من الماضي الصحيق بل إن كل البيانات لازم بقى بتخش لحظيا كل البيانات لازم بتبقيتها بالظبط سواء كـ ثم أخيرا دخلت الـ AI تحديدا عشان بس نبقى متفقين في فكرة ان هو بناء على معدلات أدائي أنا في المشروع ده تحديدا في الـ أو بناء على الـ بتاعتها هنا بقى بتدخل البشمهندس زمالنا واتسون أو في IBM إن هو تم تدريبه على تحليل هذه البيانات بدون معرفة الـ بطاعتها زي يقولوا وبالتالي بشكل أو بآخر أصبح هو بيقدر يجيلي عند كل يقول لي أوه الله أنت مسحا المشروع بدأ من ثلاث شهور ومدة المشروع سنة فيقدر يفوركست ويقوم معي على حجم 5M اللي موجودة معي بالـ بي أو كيو بالداتا اللي احنا بتكلم عليها دي كلها ويقول لي أوه الله إذا أنت المفروض تخلص المشروع متأخر شهرين بتكلفة زيادة 25% بالأرقام متأسمة على بند بند وريسورس ريسورس بيزد على إيه بيزد على الهيستوريكال داتا بتاعتي أنا في المشروع ده وأنا كأكسيكيوشن أو بروجيكت مانيزر آخر شهر وآخر ثلاث شهور والأفريج من أول المشروع لغاية وقتنا الحقيقي فأصبح حجم الداتا اللي حضرتكم تشكوها وحجم عنيف جدا وحجم قوي جدا ومع هذا طبعا وابسون إن شاء الله فبيعمل هذه المعلومات وبيحلل المعلومات دي كلها فيما بقى قل عن 45 ثانية بيرجع علي بالغزة بتاعتي كلها على مستوى البنود برضو نفس الحكاية الميزة الأهم بالنسبة في أي cloud platform اللي نتكلم عليه أنه لازم يبقى موجود معايا في كل مراحل المشروع ملاياتها من التندرين ال pre construction ال construction ال planning execution controlling لغاية ما بوصل لل hand over لل owner ولو مشروع أنا اللي بمتوالي ك property developer بيخش معايا كمان في فكرة facility management التالية لأنه كل المعلومات دي تمت علي ده كله هل ده الكلام ده زي ما احنا بنقول هل ده المطبق ولا ده توقعات لا الكلام مطبق بالفعل في 28 مشروع اللي احنا بنتكلم عليهم دول active project طبعا الحمدلله سلمنا حوالي 36 مشروع في خلال السنوات الماضية كلها مشاريع من الميجا projects بالنسبة لنا بنقدر من اول مرحلة التندرين خالص لغاية بنعمل end over بكل ال items اللي احنا بنتكلم فيها طيب نبتدي بعد ما كلمنا على الكلود الكون construction management وفكرة ربط الكلود مع الكون construction management وزي ما تعال لكم يعني كنا بنحاول نواجه او نحل مشاكلنا اللي احنا كنا بنواجه ها فيها فهن نبتدي سريعا او بناء على فكر الانترو اللي كلمنا فيه construction management هيفرج معي فعلا ان انا استخدم الكلود واستخدم ال ipd واستخدم البام بشكل او باخر ولا لا وده ان شاء الله هن نكوبره سريعا مع بعضينا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ش�عين كده عليكم السلام ازاي من شبه اشتركوا in Safe قبل من نخش في التفصيلة الأخيرة في النهاردة النهاردة بتاعت الـ أو لا؟ أوكي يبدو الحمد لله الحمد لله إن الناس يقيم من أينت خلاص مننا يقيم فهمت مدلة أشوك فيه تمام نقدر نفولو أب تمام الحمد لله أوكي طيب كل اللي فات إحنا كنا زي ما كنا نتكلم كده نحاول 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 فكرة الـ دينة نحاول نحاول تحريب من أجارة تحريب مدفع تحريبا دينة ما نحاول نحاول فكرة الإيمانات هل هي تنفع أصلاً فيها زي ما بيقولوا زي نقدر نبتدي فعلا نشتغل عليه طيب قبل ما نبتدي فكرة الـ Planning عموماً لازم نبفهمين هو إيه اللي بيجيلي وإيه اللي بيطلع من عندي فأنا كـ Planner of Construction لازم بشكل كبير قوي لازم تبع معي كل ده لازم يجيلي عشان أقدر أبتدي أطلع على Activities والRelations والMethod Statement هنبني الموضوع ده زي و Responsibilities اللي فيها والNetwork Diagram والActivity Duration بتاعتها والكستاط اللي احنا بنتكلم فيها طوي عشان أقدر أحط الـ Plan Plan of 5M زي ما بنتكلم فيها Plan of Time, Plan of Man, Plan of Machine and Material فيها فأنا محتاج كل الـ Relation دي كانت المشكلة العظمة لكل الناس اللي عدت بس كده على إدارة التخطيط والمتابعة إن الناس دي كانوا بتتعذب ليه بقى هو مش هما دول طبعاً اللي بيتعذبوا بس هو كل الناس يعني الأصدقاء والزملاء والإخوة بالنسبة لنا في موضوع Civil Engineering وال Construction Management تحديداً بنتعذب يعني ما شاء الله ليه؟ لأن حجم الـ Data دي كلها اللي حضراتكم شايفينها دي جي المنموم اللي فيها حجم التغييرات اللي بتحصل فيها حجم الافتكاسات والأفكار اللي بتيجي فيها عشان في الآخر أطلع حيا الله برنامج زمني بس يا دوبك هيقول أنا محتاج أصرف كام وأجيب إيه واتفق وطلع محتاج أطلب بالذات في الحاجات الـ Long Lead Item في الـ Project محتاج أطلبها بلاحب شهرين ثلاثة فأبقى البلانة اتغيرت أنت مؤتليش لا دا محصلش فيه طبعاً حجم من المهازل والخارقة للعادة كان بتحصل نتيجة الـ Information الـ End اللي أنا منتظرها ولانا للأسف بتبقى أشياء كتير قوي مش موجودة متاحة عني بس بيجي لي وخلاف هزا الـ Updates طبعاً زعيمة الموضوع اللي فيها والـ Construction Methods المسموح بيها كمان في شغري كل دا أنا ببني عليه شغري اللي هو بقعد لفترة من الفترات أهد وأبني أهد وأبني أهد وأبني أهد وأبني مش أقول الكبيرة إحدى المتوسطة وأقل من المتوسطة اتغير الـ Plan of Activities 47 مرة في خلال المشروع مش Progress ولا عياذ بالله ومش تأخرات برضو عشان ما متفقين عليها بدون كلام لكن عشان كل حاجة كانت بتتغير بالنسبة لي في الموضوع ماشاء الله واضح إن الناس كلها جيت لهم يعني كلنا يعني جينا على الوجيعة موضوع مش محتاج كور هو الموضوع محتاج تستيف دماغ شوية محتاج Work smarter زي ما كنت بقول حضراتكو Don't work harder عشان الواحد ما يتعبش نفسيا قبل ما يقدر يتعب فيها طبعا أهم حاجة عشان نقدر نقول فعلا الأوتكم اللي طالع من عندي اللي هو Good Plan طبعا يبقى بيزد على إيه لازم يبقى Clearly Defined بالنسبة لي و Practical Objective حاطة الوجيكتف بتاع الحاجة بتاعتي بوضوح اللي فيها لازم تكون Sample لازم تكون Flexible بقدر غيرها في أي وقت زي ما نعود لنتيجة النموكة تتغير فعلا في أي وقت كتير قوي لازم تكون Easy to control a proper standard للشغل ما يبقاش كل طبق بتتكلم بفكر مختلف لازم أشوف دائما وأراقب ال Existing Resources عموما سواء الماشين أو المنزة أو المتيريال أو خلافه المشروع طبعي عشان أبتدي أحط Plan لأي مشروع موجود عندي فلازم أبتدي أحط Project Activities بأحطان بالغاية الأقل والمشروع تتمنع بشكل محل الخاصة بك وبشكل موجود عندي فلازم الأرض رابعات أخرى في نفسها رابعات مستحيل أحطان بالكامل بشكل مستحيل أعطان ونعود نفسها إن شاء الله إحنا بقينا بنتراهن أكتر عدد مرات غيرنا فيها ففي ناس بعتها إن هو ست مرات بس لا ست مرات بس طبيعية بشوان إحنا لازم نعدي لازم يبقى الموضوع بالنسبة لنا مختلف طبعا عن كده طبيعي إيه بعدما بحط الـ لازم سوري دا أول ما بيجي لنتلانه وبتدي أصبوتها لازم أتجي أشتغل الأول على الـ الـ Work Breakdown Structure وهو فكرته كلها إن أنا إزاي أقدر أعمل الـ Hierarchy Structure أشتغل الموضوع إزاي كـ Physical Steps Work Elements زي ما إحنا بنسميها وما سميها Work Packages في الموضوع هشتغل سيفل وبعد كده Blumbing وبعد كده Electrical طب السيفل هشتغل Foundations وبعد كده Walls وغروف سواء وخلافه ما لديوش علاقة أكتر زي ما بيقولوا بالترتيب البناء بس بنسميها Packages Packages of Function زي ما بسميها وبعد كده بنبتدي نخش ليه أنا بجهزة عشان أبتدي أشوف الموضوع من سكوب أعلى وابتدي أقسمه وكنترول عليه أبتدي أخش فكرة الـ Project Activities بالنسبة لي والـ Project Activities دي اللي إحنا فعلا بنبتدي نخش بها على الـ Level الأقل فيها عشان أبتدي أشوفها زي ما بيقولوا وابتدي أشتغل على الـ Level of Details كل مشروع لحسب الـ Level of Details بتاعه وكل التفاصيل اللي إحنا فعلا بنبتدي Types طبعا لازم أبعرف دماغي هو إيه الـ Activity دي لازم يبقى فيه هل هي Production Activities زي اللي هي تتاخد من الـ Shop Drawings على طول وباديها للـ Supplier أو الـ Fabrication بتاعي فيها مرة تانية سواء أو الـ Management Actions اللي هو فيها Approvals أو Site Establishment أو خلافه أو فيها Procurement وهي دي الـ More and More Critical دائما اللي إحنا بنتكلم فيها نتيجة الـ Long Lead Time والـ Equalment Delivery والـ Materials Time بتاعتها الـ Relationship طبعا مشوه الله احنا اعتقد كلنا خبراء فيها وهم المين دي For Activities Relationship بالذات وانا بحط الـ Plan يعني انا كده حطيت الـ WBS من الـ WBS جهست الـ Activities بتاعتي فهمت الـ Activities دي هو إيه الـ Types بتاعتها اللي فيها لازم 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 أبتدي أحط زي ما كنا بنتكلم في الـ Stage التانية بالنسبة لنا بطبي أبتدي 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 أبتـم الـ Relationship ما بين كل وقت والتانية الـ Relationship دي هي اللي بتحدد لي مين بيشتغل عليه as a sequence of logical sequence مش لازم حتى time of duration فعندي الاربع الرئيسيين finish to start, finish to finish start to start, start to finish والشهيرة بالنسبة لما أنا جاي بابني في مبنى فلازم مقدرش أبني العواميد غير لما أكون خلصت العواعد ما ينفعش أصب السقف غير لما أكون خلصت العواميد, ما ينفعش أطلع بالعواميد بتاعت الدوري التاني غير لما أكون صبيت السقف بتاعت الدوري الأولاني دي كلها finish to start في حاجات ممكن نقدر نمشيها finish to finish لازم دي تخلص مع دي أي إن كانت بتاعتها زي مثلا بعض أعمال التشتباط أو مع الMAP فكرة start to start زي ما كنا نتكلم فيها في ايشيوز كتير قوي قادر اشتغل على لازم يبتدوا مع بعض مش مهم يخلصوا مع بعض ولا لا بيزد على الفونكشن بتاعي اللي فات سريعا ده ببساطة شديدة جدا ما هو ملخص يعني ايه planning يعني ايه construction planning تحديدا ويعني ايه WPS ويعني ايه اقدر اتكلم في الـ Activity and Relation ما بينها عشان اقدر اتلاحها وشوفنا حجم الـ Data اللي احنا بنتكلم فيها واللي هي Input واللي هي Output بالنسبة لي من هنا هبتدي اشوف طب هو هيفرق مع معي فكرة الـ Cloud بشكل كبير مع الـ Construction Planning ولا لا اي ان كان الـ Construction Project Management أو Planning Management Tool لازم يبقى فيها بشكل أو بآخر سي بي ام أو جانت شورت عشان اجيب منها موضوع resource allocation بيم لينكين عشان اطلع منها الـ 4D والـ 5D اللي احنا كنا بنتكلم عليها Execution Management اقدر اتابع من السايت Automatic مش محتاج يبعتلي Data Sheet او Excel وانا ارجع ادخالها مرة تانية comparison لحظي ووقتي ما بين الـ Planned والـ Versus Actual اللي بيتم تنفيزه على الارض الواقع بالتالي عشان ابتدي اقدر اشوف الدنيا نفسها تبقى شغالة معي ازاي وده اللي احنا هنشوفه اول حاجة لازم طبيعة الحال ودي اعتقد مشكلة كلنا بنواجهها دائما غالبية 99.9 بنشتغل على Oracle Prevera وهو software قوي جدا وقدر جدا على حاجات كتير وان كان عندنا issues بالنسبة لنا فيها اللي هي فكرة انه هو Desktop فبالتالي عشان انا في الـ Head Office عايز ابعتها الـ Project Manager اللي موجود في السايت فلازم ابعتها له بشكلة وباخر يعمى PDF وهو يبص عليها يعمى بابعتها له XCR او XML فهو يبتدي يفتحها من لحة تانية لا دي ما نفعتش لا دا ما حصلش update ونوعد نبعت البعضين الـ Data رايع جاي كلا مع كل لا الموضوع دا خلص خلاص خلال العقد الماضي زي ما بيقولوا بقى اصبح الموضوع بقى عندي ما يسمى Cloud CPM Engine فيها بقدر Build Up أو Import على طول و Build Up و Edit و View و Approve و Review كل الـ Activities والـ Online Editor بتاعي والـ Baseline Management اللي اتغير عني سواء ست مرات زي ما كنا بنتكلم بقدر اخش عليه من اي مكان مدير المشروع عملي update للـ Progress بشكل او اخر أنا حبيت ابعته update للـ Baseline جزت ان انا عملت upload خلاص هو شايف المنظر اللي حضراتكو شايفينه اذا CPM Engine أو Critical Post Management Engine كامل ويقدر يبتدي highlight علي كل البيانات بالنسبة لي فمن هنا اصبحت الافادة الرئاسية لي كـ Construction Planner أو Planning Engineer موجود في السايت ان انا مش محتاج update خلاص هو الناس كلها updated محتاج اللي محتاج معلومتي اللي موجودة عندي كـ Planning يقدر بوساطة شديدة جدا يخش على المشروع يخش على الـ Online Viewer بتاعي ويقدر يشوف كل الـ Updates بل بالعكس يقدر يقارن كمان لو عندي كذا Baseline أو عندي كذا Progress فيقدر يشوف في الـ Version Updates أو الـ History Updates اللي موجود عندي بشكل كبير نبدأ بقى في تركيبات أول حاجة زي ما كنا بنكلم فيها لو انا محتاج عايز ابتدي احط الـ Resourcing بالـ POQ Item اللي موجودة فكان اكون صريح مع حضراتكو بتشل عشان ادخل الـ POQ Item بتفاصيلها بالكميات بتاعتها بالـ Resources اللي موجودة تحتها بالـ Pricing اللي موجود فيها عشان ادخلها واقناحها على اي ان كان الـ Pricing اللي بشتغل بي عشان ابتدي اعمله Desktop على Desktop Application عشان بس عايز افك زي ما بيقولوا الـ POQ Item على الـ Activity الموجودة عندي اصبح الموضوع مفيش اي حاجة اكتر من drag and drop زي ما بيقولوا اسحب البند زي ما حضراتكو شايفين هنا اسحب ده بند عمل أو POQ Item اسمه Lean Concrete 150 كيلو جرام على المتر المكعب المشروع المشروع من نسبالي الكمية المتعاقد عليها فيها هي كميتها X الـ Contract بتاعتي 632 انا عايز انفذ في النشاط الفلاني او في الـ Activity الفلانية كمية 32 متر مكعب اليوزد في ما سبق 56 هو الوحده بدأ يوزع كل الـ Resources اللي موجودة تحتيها بالكوستاد بتاعتها بالـ Production rate بتاعتها على الأنشطة والـ Activity بتاعتها بالأزمينة بتاعتها فأصبح automatic عندي المنظر اللي حضراتكو شايفينه ده ان انا بقيت بقدر امسك resource resource من غير ما اعمل سطر اكتر من اللي حضراتكو شفتوها سابقا ان انا عملت drag and drop POQ item over activities over cloud over updated data على طول اصبح من نسبالي بيطلع لي resource histogram زي ما بنكلم فيها on daily base steel reports tires spacers small tools machinery plastic materials flooring كل data بتاعتي احتياجاتي resource histogram اصبح بتطلع just like this زي ما بيقولوا انا مدخلش اي بينات ايا كان ادارة ال bidding ادارة technical office بالنسبالي غيرت البنود غيرت التسعير غيرت معدلات الانتاج انا مالا بعرف حاجة هو الوحده system بيري جنريت كل الارقام دي كلها ويبتدي يزبط معايا resource histogram بدون التدخل فيها اقدر كمان ابتدي اتفرج على s curve بالنسبالي ك cash flow في الموضوع فبالتالي باقدر اشوف curve التاعي والزيادة المعدلات فاني فترة اكتر من الفترات اللي بتاعتها بل بالعكس باقدر اقدر اطلع ما يسمى بدنيت زبطان للمشروع over monthly base للخامات بتاعتي الموجودة وتاريخ البدء فيها انا محتاج الكيميات دي في وقت كذا وخلافه واصبح الموضوع بالنسبالنا فيها معدل سريع جدا اقدر اطلع كل ال data طبعا فكرة بقى الاسعار والمعدلات زي باشمونس احمد سمير مثلا هو بيسأل الاسعار بتاعة كل بند نرجع للشاشة هنا كل بند من بنود P.O.Q. item هو already الناس بتوع البدن او الادارة الفنية من نسبالي لازم بتدخله كبند ورسورس موجود تحتها بمعدل الانتاج بتاعها بالpriced template زي ما احنا بنسميها ان مثلا عندي حديد تسليح مستخدر في اكتر من 500 بند من البنود انا مش محتاجة ادخله تحت كل بند انا بعمله حاجة اسمها pricing template للمشروع ده للمنطقة دي ال region دي ال zone دي فبقدر اقول اغلاء اذا سعرت ان الحديد في هذه المنطقة بقى 11000 11000 دي اللي انا غيرت واستخدمتها في ال 500 بند كلهم وحبيت اخش على pricing template وخلي سعر للحديد مش 11000 لا ده سعر الحديد ووصل ما شاء الله ل 15-16000 والريدي هو سمع في كل البنود بتاعة ال POQ item وكمان سمع معيها automatic في planning relation اللي احنا بنكلم عليها سواء كresource histogram او كS curve بدون ضغطة زر مني انا ك planner او من الupdates ليه؟ زي ما انا كنت بتكلم مع حضرتكو فكرة بقيت المعلومات بقيت المعلومات مترجبة على بعضها فبالتالي انا مش محتاج اعيد حساباتي بقى فيه مهندس زميل قاعد جوزي بلدر وظيفته كلها اول ما بتيجي المعلومة بيبتدي عبدتها لكل الناس المربوط معاهم هذه المعلومة والمسموح لهم طبعا يشوفوا هذه المعلومة بشكل او باخر زي ما انا كنا بنتكلم فيها هنا دي الكميات المطلوبة ودي اللي بتتبعت على طول إدارة الاحتياجات مسبقا بيها ولو انا في الاكتافيتز اللي انا حاطتها لا انا محتاج اطلب اشتري بعض الخمات بشكل او باقر قبلها بمدة فبقدر ازبطها بالنسبة لي هنا بالكميات إلا ن剛剛صبح مالك الدقيقة زي ما احنا شايفين حضراتكم ان انا ممكن اوصل لليفل اللي هو 23 متر مكعب ولم تكون بشتراك 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 زي ما قلت لحضراتك احنا حاليا في اكتر من 28 مشروع في العاصمة والعالمين وفي سعودية وفي قطر وفي غانا وفي تنزانيا بيستخدموا زي بيلدر بالفعل بهذه التكنولوجي اللي احنا بتتكلم فيها من اكتر من ترتبهم يعني اول مشروع زي ما قلت لحضراتكم من 2013 تحديدا بيستخدموا عليه تمام طيب فكرة برضو نفس الحكاية البم تحديدا وان انا كراجل بشتغل فعلا بموضوع البم وعندي المشروع بتاعي في اما باضطر ان انا بيبقى عندي الرفط بشكل كبير او بس طبعا نتيجة التقل بتاعه لازم يبقى ليه هردوير مخصوصه او خلافه فاحنا بيحنا نفسنا وعملنا ما يسمى بالبم اللي هو زي ما حررتك شغال بم ريفط تكلا تنتلي بتسحب كل المعلومات بتاعتك اللي موجودة عليه وترفعها اونلاين على السيرفر على البروجيكت بالدفناشن بتاعك فبالتالي بقدر اللي موجودة عندي او سرش عليها عادي جدا او نافيجيت وروتيت وهايلايت وريفيو واعمل سليبين بوكس اللي محتاجها وشو هايد كل الديفنيشنز دي كل ده على الموبايل بتاعي او على التابلت بتاعي او على باختلاف طبعا الهم بالنسبة لي وده المشاكل الضخمة اللي احنا كنا بنواجهها نتيجة اللي بيحصل على الديسبل الكتير بالنسبة لنا ففكرة ان انا يعاني كونكريت ستركشور واشتاكت موضل وستيل ستركشور كل ديسبل انشغال لواحده وهو في الاخر في كلاود سيرفر بشكل قوي اقدر فعلا امشواليز واتفرغ وانا فيجيز جيت واكستلور الفول موضل بدون احتياج الهاردوير على جهازي انا يكون قوي اوي لان خلاص احنا نقلنا كل الكالكيوليشن والفيشوليزيشن افاكت دي نقلناها على الكلاود سيرفر اللي هو بالتأكيد كداتا سنتر بشكل كبير اوي وضخم اولها اه بما ان انا بقيت قوي وعندي داتا كلاود اه بشكل ممتاز وبتاعه والكلام ده كله فاول حاجة لازم اربط ما بين البام والكلانينج اه فيها دي بتقدر تديني اه حاجة كتير او من ضمنها الكونستركشن سيكنس وشوف الدنيا فعلا فاجول ازاي ولو منتكلم على اه ده مشروع مسلا شايفين هنا دي التواريخ اللي موجودة في الاكتيفتي بلان الحقيقية لادارة الاحتياجات اه سوري لادارة التخطيط اه هي حطها لي فعلا وفي نفس الوقت الموديل ده انها يزبط هو التكنيكال اوفيس او الناس بتوع الشوط هالناز بتوع البيم موديل هو اللي بيدخلها لي و الريدي اوبديتد اوفيرول على طول معاة انا عشان اجنرات ده ده حاجة اوتواتيك بتجنرات بيزد على الاكتيفتاز الي اوريدي اوبديتد الاتست بيزد علي البيم موديل الي قريدي النااز بتوع في امتيين بيقدروا يرفعوها اوتواتيك لان موضوع الكونيكيشن او الكونكشن او الانتجريشن دي تمت مرة واحدة و richtig نفسه قدر يفهم اللي ما بينها ومين بعضها لغاية ما قدر تطلع بالبلان لغاية آخر فترة المشروع لا تتخيلوا عشان برضو نبو متفقين للناس الأكيد في حضراتكو اشتغلوا حجم المشاكل اللي احنا اكتشفناها في مشاريع جوا مصر برا مصر في الخليج في أفريقيا في أمريكا نفسها ويوروب بيزد ان انا اخيرا قدرت اشوف المبنى بتاعي او البلدن بتاعي بشكل كبير قوي وهو بيتبني قبل ما يتبني فبكتشف مشاكل لأ ده المفروض الشيلر كان يتحط قبل ما صنب السقف لأ ده بقى ده ان هنخش لأ ده في مشكلة ان انا الاسبيسنج عندي في البيزمنت لأ في مشكلة ان انا عارف مش عارف اعمل التوصيلات بتاعي في خلال السنتين اللي فات دي بيزد ان انا شفت الكونستركشن بين قصين الابديتد الكونستركشن سيكونس اللي احنا بنتكلم عليه لا تتخيلوا ان ده فرقة بالنسبة لنا فعلا قد ايه الموضوع بيبقى فعلا فارق بالنسبة لي بشكل كبير طبعا فكرة الكونستركشن للناس اللي هي بتسأل عليها ودي بالفعل موجودة بالنسبة لنا زي ما بيقولوا فيها اللي هي فكرة ان انا جوه هنا بقدر ادتكت الكلاش دي تكشن اللي حاصل ما بين الاليمنت وبعضها ودي اللي احنا بالفعل اكيد احنا كلنا كنا بنا محتاجين فيه طيب فاذا اصبح من نسبة لي من فريقين كانوا بيبقى شغالين بعيد عن بعض اللي هو الكونستركشن تلينينج والفريق التاني بتاع البام تيم وازاي باي تقدر اطلع من مرة واحدة بدأت اتفرج على الكونستركشن سيكونس بالنسبة لي وقدر ابتدي اشتغل عليه ايا كانت الابديتس خلاص انا مليش دعوة بالابديتس الراجل بتاع التلينج غير الاختفيتس غير الاختفيتس غير الاختفيتس غير الاختفيتس غير الاختفيتس انا مليش دعوة ان الكونستركشن سيكونس التاعي حصل له قضيط ناس بتوالبام تيم نتيجة الشوب درومية والتعديلات اللي بعتكلي من استشاري هو الواحده بيقدر يكافر الكلام ده كله ويريكنكت الموضوع بالنسبة لي استخدامات التلينج برضو اوفر كلاود و اوفر بام عشان يبقى الاتنين بالنسبة لي مربوطين زي ما بيقولوا فكرة الفيلد اكسيكيوشن وورك احنا كلنا بشكل او باخر عدينا على موضوع ان احنا مهندسين تنفيذ فاللي كان بيحصل اخر اليوم اخر الاسبوع بما ماشي طول النهار باللوحة ومعايا المركر بقى الوين مختلفة كل شوية اعلم اه والله الحتة دي خلصتها النهاردة الحتة دي شغالين فيها الحتة دي لسه هنشتغل فيها عدي للاسبوع الجاي او الاوريشن او زى ما احنا بنسميها الرجال الاوريشن او ال servicios يhigh برجع ابعتها للمكتب الفني اللي معاي في الموقع يبتدي يحصر الكميات وبنحصر الكميات وابتدي اشوف وانا نفست ايه امتى become wise اللي موجود عندي عشان تابع حجم الفيلد ده وأنا ماشي أنا كراجل مهندس سايت عادي خالص ماشي بالتليفون بتاعي ماشي بالتابلت بتاعي ايا كان كل اللي بعمله ان انا بختار زي ما بيقولوا كده هذا الحائط ان انا بقول نفسته في هذا التاريخ فيها وبقول ان هو completed او uncompleted في الموضوع وببتدي اول واحده السيستم ككلاود بلاتفوم او زكا زي بلدر بيقدر يروح حاصر الكمية جاهز لي على طول وانا معملش اي حاجة غير بجاست وان كلاك ان الموضوع بالفعل بدأ اتحصلت كميته وترفعت البروجرس بتاعه وسماعت في البي او كيو ايتم بل بالعكس كمان سماعت في الاكتيفتي بلان بالنسبالي كبروجرس ودي كانت دايما خناقة بتحصل ما بين الناس بتوع السايت والناس بتوع البلانينج الناس بتوع السايت يقولوا انا اعرف كميات مليش دعوة بالنسب هيجي يقولوا لا طب بعتلي الكميات وانا احاولها بالنسب ونرجع نتخانق مع بعضينا وكلنا اخوة في المرمطة اللي احنا بنشوفها صراحة في موضوع موضوع الكونستراكشن والساوي الانجينيرينج فالنسبالي مع اكتيفتي مع بي او كيو ايتم الكلود بلاتفورم ما يسمى بالزي بلدر اصبح هو اللي بيقدر يجينريت يقول او الله انا كان عندي حجم كمية الى منتداء لهو الحيطة دي مثلا الفوليوم بتاعها الديكازة فانا عملت البرسنتج الديكازة ويرجع يقضيط الاكتيفتي اللي كانت مربوطة بيها يقول اذا انا نفست نسبة الديكازة ولو حصل نفس الحكاية اي تغيير بين موضل او تغيير في الكميات هو الواحده بيريه update الموضوع الكمبارزون اللي احنا كنا بنتكلم عليها لان انا دائما ولحظيا عايز اشوف on 3d مش on site كمان مش بالثور بس عايز اشوف هو كان المفروض حتى تاريخه ابقى نفس تقدي ايه واللي حصل نفس تقدي ايه فمنشوف فعلا الانين مختلفين هنا كموضل ده في السيلة بتاع احد المشاريع فعلا متاعتنا ان لا في حاجات in progress وفي حاجات completed وفي حاجات متعلم عليها بلاحمر ديه معناها ان هي already delayed بالنسبة لي ان هي كان المفروض تتنفذ وما تنفذتش حتى تاريخه فاصبح الموضوع انا فعلا بعد زي ما بيقولوا 18 سنة سنوية عامة في ال construction بدأت اشوف ان المفروض كنت تبنيه لا انا مش المفروض دلوقتي ده كان لسه بعد شوية لا ده اصبح الموضوع بالفعل بشكل فجولي واضح وصريح بكده اعتقد ان احنا نكون اثناشنا مع بعضينا بمصوط عالي على فكرة ال construction management بشكل عام فكرة planning of construction واختلافاتها فكرة cloud هو ايه وظيفته فكرة تطبيق cloud في construction management عموما وفكرته وتطبيقه ده اول ساشنا من التكلم فيها في construction planning تحديدا والافادة بتاعتنا نقدر نكترول عليها ازاي ده كده ارجو طبعا ان اكون اعرف توصل معلومة ليكو في نفس الوقت التساؤلا زي ما انا كنت اقول لحضراتكو الكلام ده ده مش ضرب المندروب الخيال الكلام ده بيتنفذ ويتنفذ في مشاريع في مصر والشرق الالسط وافريقيا بل بالعكس زي ما انا قلت لحضراتكو الموضوع بقت فيه احتياج شديد جدا لي نتيجة مشاكل كلنا بنوجيها نتيجة سواء ربنا يعفو عننا جميعا من هائجة كورونا زي ما بيقولوا والشغل ريموت لي والمواقع وخلافه فاصبح بالنسبة لنا الاحتياج ده فعلا احتياج شديد جدا فبدأنا نتجه لي بس يمكن الحمدلله احنا كنا بنفكر فيها مسبقا شوية ان احنا بنحاول نريح نفسينا فيها شوية لو في اي حد عنه تساول هابا سعيد فيها والانيب بتاعي موجود قدام حضراتكو دلوقتي وهابا سعيد التواصل معاكو في اي وقت ولسا ان شواء الله لو مزهيتوش يعني من هذه السيشن هيبه فيه كم سيشن بنتكلم فيهم على توبكس مختلفة من التوبكس بتاعيتنا في الكونستراكشن مانش بتاعي اكيد طبعا في نسخ تجربية بس فيها اي شي صغيرة ان هي بتبقى نسخ تجربية للشركات وليس نسخ للأفراد للاسف لان زي ما نتكلم بشوانس وعمر طبعا زعيم معانا زي بلدر من سنين الفكرة كلها طبعا ان هو فيه معلومات كتير قوي بيتخش فبيبقى فرض واحد صعب ان هو يتعامل معا الواحد ولكن فيه طبعا ديموفيرجن للشركات متاح ولو فيه حد مهتم اكيد هابا سعيد التواصل معاكو اشتركوا في القناة سعيد اشتركوا في القناة لا مش فهم اه بالضبط لو بشوان السالم لو ينفع السلام عليكم السلام ونحظوا على الاركاتف والمعلومات الموجودة في الربايت والمعلومات الموجودة معناها المعتقدة من هذه الأميكونات وإنقائية تدريفة والرسمية والإطلاق تدريفة الرباية طيباً طبعا الكبنيات كده كده بيحصل على طول فيها وبتتربط مع وبتتربط مع اختلاف بس فكرة هي هتخش منين تفتكر مفيش فيها مشكلة لان احنا كده كده بنفكس الموضوع بالنسبة لنا كاكتافتز بنفكسها هل هي فكس ادوريشن ولا فكس اه بروداكشن ريتس فبالتالي تقدر نحطها اه كسوابت في الاكتافتز ونقدر نصحابها عادي مفيش فيها مشكلة شكرا برك الله فيك تمام جزاك الله خيرا تسلم تسلم بشمهندس كان فيه بشمهندس حسين سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بركاته اه الحقيقة دكتور اه مفيش اه كلام يقدر يصف هذا اللقاء اه الحقيقة النصوص عندي مش اه معوش مش واضح قوي لكن الحقيقة المحاضرة اكثر من رائعة حضرتك سمعني اه انا سامعك بشمهندس حسين دكتور اه سامعك حضرتك سمعني حضرتك سمعني طيب انا الحقيقة اه يعني يعني انا يعني اه مفيش كلام ينفع ان اعصف به هذا اللقاء وهذا العرض الاكثر من الرائع الحقيقة انا مش وهذا ليسا فيه اي وع من المجاملة وسعيد جدا ان انا بسمعه وان يعني الاستاذية بتاعت حضرتك فوق اي حاجة يعني الحقيقة يعني الحقيقة مشكرك جدا جدا على المحاضرة بس انا فيه الحقيقة فيه الحقيقة في الموضوعين يعني اتكلم عليهم لاولادنا الشباب وصالين سوالين بقى الحضرتك فالحاجة اللي عايز اقولها يقول لادنا الشباب طبعا بعد خبرة طويلة مش عايز اقولها دي عشان بس المفضحش نفسه قدام حضرتك واكشف بقى العمر الطويل في الـ لكن الحقيقة حضرتك ماشي صح والمفروض ان جميع الشباب they are looking for continuous improvement ما يفافوتوش ولا كلمة في اللقاء بتاعت حضرتك دي لانها مهمة جدا والله لقوا جامل يا دكتر والله لقوا جامل والله مش طبيعتي ان انا بجامل بس هنلازم ايه نقول الحق يعني في الموضوع فالركومنديشن بتاعي الاول لابنائنا اللي هما بشوف منهم دلوقتي نوع من الـ الدبراشن يعني او نوع من ان هما زعلانين ان هما بيتعلموا حاجات كتير جدا وبعدين بيدخلوا في اماكن ما بيلقوش تطبيق للكلام اللي هما بيقولوا عليه او تطبيق المعلومات اللي هما بياخدوها انا اللي عايز اطمنهم حاجة يقولوهم كل واحد يظل ويصر على انه اعمل continuous improvement لنفسه continuous improvement وما يتأثرش باي حد يعني ايه يفت في عضده او او يثنيه عن السكة اللي هو ماشيها بس يمشيها بشكل ايه مخطط وبشكل استراتيجي وعارفه راح فين وحيتخصص في ايه دي الابناءنا الشباب واي حد يعني بيدخل في اي مجال يعني مع مع يعني زمان كنت ما كنتش تبقى بقى مبسوط من حد يعني داخل عشان شهادات عشان عشان لكن اي حاجة يتعلمها تبقى كويس قوي واللي حيرجع لحضراتك اولا حضراتك عقية حتفيت كتير جدا 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 وانا شخصين اشتفدت كتير النهاردة بس ليا كزا نقطة تحت امرك معايا دكتور اول حاجة بتاسعب عليها ازاي انا اول حاجة يعني في حاجات في حاطتك حاطتهم حاجات كتيرة يعني التطبيق اي ار بي دلوقتي مع السيستمز ومع الكلاود ومع الكلام الرائع اللي انا سمعناه هل هو ستيل الـ 11-12 موديول زي مواتي وانا شغلت بيه من زمان من اكثر من 15 سنة ولا الموضوع اختلف شوية والموضوع دلوقتي اختلفت وبقت الدنيا يعني ايه ومدى ارتباطه بالكل بالكل الستيكهولدر اللي حت تكلمت عليهم والدبارتنس اللي حت تكلمت عليهم دي نقطة النقطة التانية To which details we have to go in the supply chain application يعني supply chain ده طبعا دي من الحاجات الـ latest يعني inventions أو latest studies في الـ project management في كل حاجة يعني حقيقة يعني supply chain يعني هل احنا حندخوا في الدقائق بتاعته مع كل لينك أو كل بارسل في supply chain ولا تويش extend we have to go دي النقطة التانية النقطة التالتة برضو اللي هي برضو دي مهمة جدا و مش عارف يعني ليه ليه يعني ما اصيرتش طبعا انا متأكد انك هتكلم عليها بعد كده وانا على فكرة بعد اذن حضرتك انا هتبعك يعني انا وراك يعني صرفت يا اللهي بشوانس حسين من ضمن 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 يعني دي 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 في حد ذاتها اهدل طبط او مش الا لان هو الملاحظة حاجة دكتور الملاحظة حاجة وحاجة طبعا يعني استاذ كبير يعني ان ممكن كل هذا الكلام يكون موجود في مكان ولا ينجح ليه لان ما فيش السيستم لو رابط ده كله ببعض ده انا بكلم اعدك عن تغربة لان انا برضو اشتغل تمام ده لا ومطفة محورتك تماما يعني في المنطقة العربية كلها معادة الكويت والمحرين بس انا مشغلتش فيهم من الباقي تغربت فيهم وفي ميجا بروجيكتس وكلام ده كده وانا برضو يعني اوكرام برضو زي ماقولوا فرنسويين في ال مع مثلا ريتكون شوية مع يعني 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 في السوق يعني ما بقدتش قوي فممكن يكون في ناس كويسين قوي وناس شغالين بالبيم وشنهم وانا شخصية متحمس جدا يعني انا هضا في اي مكان بقولوا يقولوا يا اخوانا اللي مش هشتغل بالبيم بقى يبقى عليها العوض لان ده اخر حاجة حاجتك ان ارد اضافت الحاجات الجميلة كلها بتاع اتكلاود بقى وبتاع الارتففش الانتاليجنس وبتاع الانترنت اوف تينكس والحاجات الرائعة دي اللي هي مفروض كلنا انعرفها يعني فانا اسف على ان اتضع محضرتك بس انا الاسف معتاد ان انا ايه ابتز كل الاساسات القبار اللي في اسمعهم نحاول لكم اكثر ما يمكن لا لا تحت امرك تحت امرك لا استغفر الله دي حقيقية يا دكتور الله فاقدر اسمع رد حضرتك يا ايت حلال اه اتلع بالنسبة للتلات نقطة المشخص حسين كان بيسأل عليهم هي فكرة الير بي لا هو الموضوع اختلف ما بقاش اير بي اير بي اكستام تو انتر برايز رسورس تلانينج وده يمكن شوية اه كان المقصد فيه فكرة المانيفاكشورينج والمغالبية للأسف اه الحاجات اللي اتعملت في السنين اللي فاتت كلها وزي ما بيقولوا اه معدلة عشان تماتش معانا كالكونستركشن بشكلة وباخر فلا الير بي اه ده بلاتفورم او نقدر نقول صوفتوير اخر بشكلة وباخر ينفع في التصنيع واحنا بنحاول نستخدمه اه في الكونستركشن لكن اعتقد ان اخر عشر سنين بالفعل ما بقيت غالبية الشركات بتشتخدم ما يسمى بالسي ام اس او اه كونستركشن منجمنت سيستم حاجة بلادفورم خاصة فقط لغير بالكونستركشن بروسس ملاش علاقة بي ار بي متشابهين في بعض الموديول زي ما حضرتك كنت بتقول ويسدى من المونتشابهين في بعضهم لكن مختلفين في تفاصيل كثير قوي من جوا من ضمنها الوكثم من ضمنها المي erklären او من ضمنها من ضمنها من ضمنها الى اي آي او 하겠습니다 والكلام ده كله لا الموضوع مختلف شوية اين تقربوا واين استخدمناهم فلا فعلا المواضيع اختلفت تماما في خلال العشر سنين اللي فاتت دي بيزد على الموديولز نفسها وبيزد على الموديوليتي اللي موجودة في كل موديول يعني انا فتحت اي ERP system هللاقي فيه supply chain وهللاقي فيه material planning وهللاقي فيه purchasing modules والكلام ده كله بس هي مش مرتبطة بال planning مش مرتبطة بال bidding لان ما فيش فكرة البم البدن اللي موجودة عندنا كconstruction فالموضوع اختلف فبالفعل الشركات بدأت تدرج ده في اخر عشر سنين فاتت كشركات فبدأت تجتاج فعلا لما يسمى بال CMS مش ما يسمى بال ERP فلا فيه اختلاف اه فعلا حصل اختلافات شوية الفترة اللي فاتت ان المسمى نفسه بدأ يختلف مش مسمى فقط زي ما وكنت بقول لحضرتك لا في تفصيلة ال work flow والاجراء ذاته اه تاني سؤال بالنسبة لموضوع supply chain وتفاصيله اه بالفعل اه عشان اقدر احصل على more accurate data فلازم اه اجف more accurate data برضو فبتالي ك supply chain وبيزد على ال standardization of APCAS اه ودي زي بنسميها كده ال PMI institute بس بتقل خاصة بال supply chain فقالت ان هي نزلت فعلا guidelines مخصوصة للكونستراكشن ملاش هاي علاقة بحاجة تانية ودي اللي احنا بنحاول نتباح ان تفاصيل بتاعتها اه بالفئة اللي بنوصل فيها ده بديجينج اوي ان انا لو عايز اه كل ما بعلى بالليفل بتاعي لو انا مسلا عايز الليفل بس بتاع خرصانة اه جاهزة هروح اشتريها اه ومليش دعوة باي operation تانية فده level of data هيطلع لي level وصدها level of data او البط اللي بتطلع معي لا ده انا محتاج اتريس الزلت والرمل والطوب والمسمار والخشب والكلام ده كله عشان اقدر اطلع فعلا بالlevel of accurate data لا بالفعل ده اللي بيتم تطبيقه في كثير من المشاريع عارف انه هو هادك وعارف انه هو متعب شوية بس في الاخر بقدر اوصل فعلا the level of accuracy وlevel of comparison هو انا بخسر في المشروع ده في الwork breakdown ده في الاكتيفتي دي في الرسورس ده اللي تحت ال P.O.Q. item ده بقدر فعلا نوصل لسبب خسارتي لانه هو الهدف كل اللي احنا بنتكلم فيه as a construction حاجتين ان انا اقلل خسارة الوقت والفلوس فبالتالي لو انا بتكلم on general speaking من فوق للأسف بافقد معلومات كتير وبحس ان الموضوع فوجي شوية كلما بنزل deep deck deep deck اكتر عشان كده عاملين ما يسمى بالcompany cost code او بالcompany project code اللي هو based on CSI formats والكلام ده كله فالموضوع كلما بنزل الليفل بتاعه وتحته عشان كده CSI نفسها لما بدأ بيه 8 digits وال 16 digits وصلت لل 48 digits كان بسبب ان هي بتحاول توصل كل مرة لlevel of detail اعلى عشان ابتدي فعلا اشوف هو انا leakage بتاعي او الخسارة او الكريب اللي بيحصل عندي في المشروع بيحصل فقاني جزئية عشان احاول اوقفه فيها جزء التالي طبعا بتقال QA وده عشان كده quality assurance ودي انا متفق مع حضرتك تماما جدا ان احنا كل ده ممكن نكون بنعمل حاجات كبيرة قوي وكبيرة قوي بس بتكون نتيجة ان انا معديش management quality assurance بتاعتي بشكل واضح وقوي ممكن اخسر برضو لنفس level بتاع المشروع فبالتالي لا I am totally agreed زي ما حضرتك بتقول ارجو ان اكون رديت على حضرتك في الثلاث اسئلة وهبقى سعيد طبعا بالتواصل مع حضرتك كقامة علمية بالنسبة لنا جميعا وهبقى سعيد برضو بالتواصل مع حضرتكو في سؤال من بش مهندس روماني على موضوع ان هو مهندس ميكانيكا بيحضر معنا وهل ده يخص مدني بس لا بش مهندس روماني ده ما يخصش مدني بس وزي ما كنا بنتكلم فكرة الكونستركشن بروجيكت اللي احنا بنتكلم عليها دي هي تطبق اندستريل في الميكانيكا في الحاجات المشاريع الصناعية زي مصانع الحديد والسلب ومحطات التكرير البترويل اللي احنا قريدي شغالين في بعض المشاريع فيها او محطات الالكترو ميكانيكا بشكل كبير اللي هي مش لازم خرصانة وحديد وخشب وكلام ده كله بالعكس هي كل من له ان هو عايز بفكرة الكونستركشن بروجيكت دي اللي عايز بيتطور فيها وعايز يشوف مشروع بحجم كبير فبدل ما بنتكلم عليها في مشروع او مشروع كوميرشل في حجم خرصانة كبير بس حتى لو بنتكلم في حجم الخرصانة يعني في المشاريع مثلا الكميرشل بالنسبة لنا المولات والكلام ده كله خمسة خمسين لستين في المية فبالنسبة لنا مدني مدني بيبع عليه خمسة واربعين في المية وإلكترو ميكانيكا بيبع عليه خمسة وخمسة ستين في المية في بعض المشاريع بالذات الكوميرشل يمكن طبعا الموضوع بيقلك كل ما بتجه للريزيدنشل شوية ده كان فكرة الكونستركشن مانجمينت as a general speaking for any purpose of project لا طبعا ما بتفرقش ما بين مهندس مدني ما بين مهندس ميكانيكا المهم في الآخر احنا بيبقى كلنا مجتمعين عشان المشروع بداعي يكتمل ويخلص ويتنفذ on time and on budget طيب بشمهندس محمد عز في الموضوع فيها كان بيقول على موضوع الريفت والكوست اكس والكوست اكس واللان سوفت كانوا بيقولوا انها بتطلع برضو بضغط الزر بس لما نجرب المرايج دي فملاقينا بتشتعل بالفعل احنا كلنا اشتغلنا بالكلامنا يا بشونس محمد وبالتأكيد شفنا فيه مشاكل زي ما انتا شفتها وعملنا فيها شغل كتير قوي الفارق كله اللي احنا كنا بنواجهه في كل هذه البرامج يا بشونس محمد سوريا بشونس مصطفى فيها انها اولا كلها كان البرامج desk top فما بتسمحش بشكل او باخر بانا team بحاله الناس بتوع البن بيقضيته الناس بتوع ال P O Q بيقضيته الناس بتوع ال planning ان وجدنا عشان مطلع الهيستوغرام بيقضيته ان some certain storage data كبيرة وفاهمة البيانات دي كلها كان الكبير بتاعهم ايه central file على server ولينكات وشير وحط ال assembly لو الراجل بتاع ال binning غير الموضوع لازم اخش وريق assembly الموضوع تاني او زي ما كنا بنكلم في cost x او plan soft لان انا ممكن اخش كمان based على ال items التعليم الموضوع هنا اصبح متاح في ايه ويمكن لو هوريها ليك من حضرتك سانية واحدة ايوان 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 مشان نبقى متفقين عليها هنا ايوان 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 ا ايوان بالزبط. فكرة كلها مش حانس مصطفى اه في ايه في ان انا اه باربط حاجة dynamic بحاجة dynamic اه through حاجة static. وهي دي كانت شطرة الاي دي دي صراحة. دي هي بنود الاعمال اللي دخلة من عندي من ادارة التسعير اه مربوطة ببروبرتي في element يعني ايه يعني انا ممكن اختار element اه ده مسلا البند بتاعي اللي هو الكود بتاعه cce ايه زير واحد زير واحد اقدر اربطه واختار معاه كل الحيطان بالكاتيجوريز اللي موجودة هنا بالبروبرتي مش اه بتاعة الفوليوم بتاعتها عشان يقدر يحسب اه بالنسباله اه الفوليوم بتاع الحيطان فيربطها بهذا البند. ممكن استخدم نفس الحيطان تاني لو انا عشان اقدر احسب التشتباط بتاعتها فاقول انا عايز السيركونفرنس ايريا بتاعتها فبربط البند مع السيركونفرنس ايريا بتاع elements انا او category او family انا مختارة فبالتالي انا دخلت كراجل بتاع بيم مجيش اي علاقة لا بالربطة ولا بالناس بتوع الادارة الفنية او البدنج وخلافه دخلت عملت عضيت للبيم فايل بتاعي فبالتالي الحيطان اتغيرت وبالتالي التشتيب اتغير وبالتالي حجم الطوب والبريكس اللي انا محتاجها اتغيرت انا مبقيتش انا كراجل بتاع planning او بتاع مكتب فني بحصر الكميات مش محتاجة احسبها هو خلاص المهندس السغنان اللي جوا اللي اسمه مش مهندس زي بيلدر هو اللي فهم العلاقة ما بين الحيطة اللي الاي دي تاحها 642 مع البند العمل اللي الاي دي بتاعه كذا هو ربطهم static through الليفل اللي بنسميه الليفل فبيقول البيم كوانتيتي بالنسبالي 1264 وده كان فعلا في مشروح ايه ان البند الكمية التعقدية بتاعتها 632 والكمية المحصورة انا ما عملتش اي مجهود اكتر من موضوع الربط اللي اتعمل مرة واحدة وكل updates طبعا لو فيه elements جديد او فيه elements اللي هو ده بس اللي بخش على linkage ايه تاني لكن كل elements اللي موجودة عندي تربطت مرة واحدة ببنوضي الاعمال حتى لو بنوضي الاعمال اتغيرت او حتى elements اتغيرت المهندس الصغير اللي جوا عندي هو اللي بيري generate الكميات دي ويبتدي يحصرها لي فبالتالي المفترض ان زي ما نقولت لحضرتك دي مش ضروب من ضروب الواقع احنا اصلا بتوع project management استغفر الله العظيم رب في الموضوع فمش بتوع زي ما بيقولوا mainly development او الكلام ده كله لكن احنا تعذبنا نفس العذاب اللي حضرتك تعذبته ده على مدى 25 سنة فكنا بنحاول نفكر مع مع الشركات الشقيقة او مع team's الشقيقة اللي موجودة معانا في development زي نقدر نريح نفسنا ونسهل شغلنا عشان حجم الضغط نتيجة تكرارية الشغل والكلام ده كله زي ما قلت لحضرتك في البداية ان فكرة ان انا عندي ادارتين بس لما تحسب فكرة communication اللي بتحصل ما بينهم وادارتين بتسميهم كمينيكيشن لو زي البدننج والكلاننج والسايت اكسيكيوشن لقينا ان كل ادارة بتستنفذ من 25-28% من وقت يومها ما بينهم وما بينهم بعض ده ما بين ادارتين بس خط بقى الادارات التانية ففي الاخر انا اخري اربع ادارات وبقية ال data كلها واعدة فبالفعل الموضوع مش سهل سواء اكسيكيوشن او planning وبالفعل في برامج او platforms سبقتنا في هذا الموضوع وان كان هذه البرامج احنا كلنا استخدمناها كلنا اشتغلنا عليها فحاولناها بشكل او باخر طب لو احنا عايزين نحسن فيها او نصرع الاداء فيها يبقى الموضوع ازاي ومن هنا حاولنا يبقى الموضوع اسرع اعتقد كده يبقى الاسئلة بالنسبة لنا كلها خلص صحة ولا انا مخطئة بشوان سمر تمام الحمدلله ربنا خليك والف شكر طبعا لك والف شكر لفريق بام اريبيا كلهم وان شاء الله نشوفك على خير في المحاضرة بتاعها المحاضرة القادمة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم